مباراة زي مالكو البنك الاهلي وما عنديش مشكلة خالص انا بس بحكي لك وقعة انا انا مش من الناس اللي بيعدوا يقولك اصل وفاصل لكن انا بحكي لك وقعة والحقيقة كل ما ذكر بالامس كان صحيحا بنسبة ما في المية والمعلومة كانت عندي ولكن ظروف ان انا مخرجش مبارح فانفرض بها بعض الزملاء برافو عليهم انا بحب كده لما حد يعمل حاجة حلو اقوله برافو عليك فاللي قاله الزميل احمد عبدالباصط انبارح صح مية في المية ما عندهش كلمة غلط قالهم خالص انه مع استدعاء كابتن محمد عادل من الملعب تعالى عشان تشوف اللعبة دي بس هنا حقف شوية وليس طعنا في احد لكن حقف مع كابتن ميدو سلامة وله كل الاحترام لانه كابتن ميدو سلامة الموسم الماضي او قبل الماضي ان لم تخدنا الذاكرة مباراة الاهلي والبنك الاهلي وكان الحكم امين عمر وتلعبت الضربة الحرة المباشرة وجي منها جون ثم فجأة استدعى امين عمر ثم فجأة امين عمر الغى الهدف لانه رغم انه مش من صلاحيات الفار انه يستدعي في لعبة زي دي وقلغي الهدف والاهل يتعادل وضع علي الدور بسبب النقطتين دول الاسم هو كابتن محمد سلامة الشهير بميدو سلامة والحكم في الملعب كان امين عمر وحكم الفار كان ميدو سلام ما كان يجب ان يستدعي الحكم حتى انا ساعتها كان كابتن عصام عبد الفتاح هو رئيس لجلت الهكام فجبته على التليفون قال لي كابتن شو بيرتبقنا روح القانون احنا بنبغي العدالة قلت له فانديم البروتوكول بتاع الفار انت قلت لنا واحد اثنين ثلاثة اربع دا مش فيه يعني وتأكد انه كان هناك خطأ بل انه في مباراة في الدور الاول لنفس الفارقين وتبدلت بقى مرة يعني مرة كان واحد كان ملعب ومرة كان فار وهدف برضو الايمن اشرف وتم الغاء شغلانة وحدوتها برضا هذه واقعة واقعة تانية كان بطالها كابتن محمد عادل في مباراة الزمالك والاسماعيلي عندما تعدى حارس مرمى نادي الزمالك بالضرب على مهاجم نادي الاسماعيلي فكان حكم الفيديو انا بقولك بالاسماء كان دكتور مصطفى متحد فقال له يا كابتن عادل عندي لعبة هنا فيها شك انها طرد لحارس مرمى نادي الزمالك كان رد الكابتن محمد عادل عليه قال له كبر دماغك واتحدى انه يتم نفي كلامي ما حدث بقى في مباراة الزمالك والبنك الاهلي انه ما كان ينبغي على ميده سلامة انه يستدعي الحكم من الاصل لانه في حاجة في القانون اسمها اليد المبررة تسيبك بقى من ضربات جزاء البنك الاهلي صح ضربات جزاء البنك الاهلي غلط ده يستحق الطرد ده ما استحقش الطرد انا هنا بتكلم على مخالفة صريحة للقانون ناس كتيرة شايفة ضربات جزاء البنك الاهلي صح 100% ناس شايفة ضربة صح وضربة من صح ناس شايفة ضربتين صح ناس شايفة ضربتين من صح هم احرق انا بتكلم هنا على مخالفة صريحة للقانون لدرجة انه كابتن محمد عادل قال له يخرب عقلك ايد مبررة تستدعيني ليه اللعبة واضحة ما فيقاش حاجة تمام اوكي محمد عادل هو بيلف انا بقولك بالزبط هو بيلف انا هنا بقى باعتقد انه دماغه لفت يعني هو مش هو بس جسمه اللي لف دماغه لفت وهو بيلف طب انا مد اتنين بنالتي على الزمالك طب دلوقت الضايع طب ده انا هطلع اتهاجم ده انا مش هتساب ده انا القصة ده انا الحدوتة ده انا الليلة فالمسافة ما بين الفار الى الملعب وهو حيدي القرار هو دماغه عملة تروحه تيجي هل ارض ضميري وقول انه ما فياش حاجة وعملها اسقط ولا اريح دماغي واقول انها بنالتي وزي ما تيجي تيجي الكم خطوة دول هما عدوا عليك الضهر همش عافي ياخد قرار ايه بنالتي هو جواق نعاد بل انه صرح بدا خلي بالك اللي انا بقوله لك ده بقولك اللي انا متأكد منه ليه لانه ده تسجيلات كل الحوارات التي تدور ما بين الحكم واللعبين والمساعدين والفار وكل عناصر اللعبة هي مسجلة موجودة زي ما انت مسلا عايز تجيب اي مكالمة تليفونية موجودة فتترك فده رسميا بتبقى مسجلة كده اخربت عقلك ده ايد مبررة تبتستدعيني ليه ولكنه اطلق صافرته معلنا ضربة جزاء على فكرة مش فرق معايا انا اللي فرق معايا ان الاهلي يبقى كويس وان الاهلي يكسب وان الاهلي يكمل وان الاهلي بالشكل اللي عمله قدام العين والشكل اللي عمله الشوت التاني قدام سراميكا حاش عاف قدامه بس انا فرق معايا غياب العدالة ده يوصلني النقطة مهمة النادي الاهلي انا بديك معلومات وعلى لسان رئيسه كابتن محمود الخطيب في الاجتماع الذي عقد منذ فترة ليست بالبعيدة طلب من السيد جمال علام رئيس الاتحاد السيد احمد دياب رئيس الربطة انا معاش فيه ربطة انا فيش دلوقتي ما عنديش فكرة يعني بس انا عارف الربطة دي كانت سنة اللي فاتت لانه كان فيها اندية هبطت فيها اندية صعدت دلوقتي ثلاث اندية لابد ان تكون ممثلة في الانتخابات فانا معرفش مين اللي بيدير المسابقة هل الاستاذ طه عزة تدوم الشخصات المحترمة هل لسه السيد عمر حسين موجود هل اتحاد الكورة انا مش عارف بصراحة يعني فالمهم عشان هدراك ترتاح وانا ارتاح فالكابت المحمود الخطيب طلب من السيد جمال علام ومن السيد احمد دياب عايزين هتعمله ايه في رئيس لجنة الحكام قالوله خبير اجنبي تمام تمام ايه يا فندم خبير اجنبي سمعوني ثالث خبير اجنبي خلاص اوكي قضي الامر واعلن ان هناك خبيرا اجنبيا وانا الاتحاد على وشك الاتفاق مع خبير اجنبي لقيادة لجنة الحكام طبعا احنا كنا طفشنا مارك كلاتنبرج بعد وصلات السباب والتجريح اللي حدثت للرجل ولا احد دفع عنه على الاطلاق وخد فلوسه بالكامل وبريرا عمل سنة وبريرا ادارجي كويس لكنه فنام مش كويس فكان البحث عن واحد اجنبي يدير لجنة الحكام بعد ما اقتربوا من التعاقد مع واحد راح اتحد الكرة قالك بقولك ايه ريح دماغك هتعمل ايه يعني قالك بقولك ايه ارميها في ملعب الاتحاد اللي جايش من هنا النادي الاهلي راح بعد خطاب قال له يا جماعة في ايه الدنيا بادية وحش فمش من البداية هتبقى قصة بالشكل ده عشان توفير الراحة لجميع فرق الدوري التمنتاشر والعدالة من فضلك لو سمحت عايزين خبير اجنبي العجيب انه احد لم يطلب هذا الطلب غير النادي الاهلي والبعض يقولك اصلي اهلي بتجامل طب اللي بتجامل ده بقولك هاتلي خبير اجنبي خبير اجنبي انجليزي الماني فرنسوي اسباني ايطالي برتغالي اي حاجة اللي انت بتقول انه بيتجامل هو اللي بيقولك هاتلي خبير اجنبي اللي واخد بطولة الدور السنة اللي فاتت واللي قبلها بقولك هاتلي خبير اجنبي لضمان العدالة هقولك الاكتر ده كان طلب كابتن محمود الخطيب من رئيس الاتحاد ومن رئيس الربطة هقولك الاكتر وما تتخدش في لجنة الانضباط وعلى هامش اجتماع في اتحاد الكورة طلب السيد المستشار الجليل شيرين فامي الاجتماع بالكابتن محمود الخطيب خد مني معلومة مؤكدة الكابتن الخطيب قال طبعا على الرحب والساعة شخصية محترمة ويشرفني ان انا اقعد معه الاجتماع دام اكتر من ثلاث ساعات اكتر من ثلاث ساعات من فترة مش بعيدة والكابتن الخطيب قال له واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسع عشرة وقال له لا نطلب الا العدالة الناجزة وقال له في حاجة على النادي الالي احنا اول ناس هننفذ بس حضراتك يا فندم عشان المسابقة وعشان البطولة وعشان النظام وعشان 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 قال له تمام يا كابتن كبتر خيرك نشكرك على حسن تعاونك وحتى هذه اللحظة وكأن شيئا لم يكن طيب ما هو المطلوب من النادي الاهل الان ايه اللي النادي الاهل يقدر يعمله اكتر من اللي عمله عشان انتظام المسابقة عشان عدلت المسابقة عشان نزهت المسابقة ممكن حد يقول لي حد يقول لي ما هي اخطاء النادي الاهل النادي الاهل انا اقولك اكبر خطأ عمله انه فاز على العين وما كان يجب ان يفوز على العين لانه عيب انك تفوز على العين وعيب انه تقال عليك بطل القرات التلات زي ما الفيفة هو اللي قال لا عيب لازم نطلع كلنا نقول يا جماعة هي دي بطولة ده كلام فارغ لازم نطلع نقول كده فعيب يقال انك تفوز وعيب يقال انك تنتصر وعيب يقال انك ترفع رأس الكرة المصرية والكرة العربية والكرة الافريقية لانه الاهل يدخل هذا اللقاء ممثلا للكرة الافريقية وممثلا لمصر ومنافسا عربيا مع فريق عظيم ورائع اسم نادي العين الاماراتي فالنادي الاهل يفوز والبعض كان بيتوقع بعد الخسارة بركلة الترجيح امام نادي الزمالك في السبر الافريقي ان يحدث انهيار داخل النادي الاهل فكانت النتيجة ان الاهل بعدها بخمس ايام رد الديل لنادي الزمالك وايضا فازه بركلات الترجيح على الزمالك في السوبر المصري ثم فازه في بطولة القرات الثلاث على نادي العين وتوجه بطلا ده ايه بخطاب اصله وصورة وبصمة وختمة وكل حاجة من الفيفا لكن حضرتك مش عجبك انت حر والله ايه فندم انت حر شايفة مش بطولة لك مطلق الحرية شايفنا بنهزر وماله ما تجيش تهزر معانا احنا بنحب الهزار اللي ناخد فيه الدوري وناخد فيه الكاس وناخد فيه افريقيا وناخد فيه السوبر وناخد فيه البطولة القرات الثلاث وان شاء الله باذن الله بدون معطعة ناخد فيه كاس التحدي امام الفايز من البطل المكسيك والفريق اللي هتعهل من الفرقين البرازيليين احنا بنحب الهزار ده انت ملكش في الهزار التقيل ده ما تهزرش معان ابعد عن الهزار خليك كل مرة كده حاجة خفيفة وامشي وخلينا احنا نكمل هل خطأ الاهلي انه بينتصر؟ هل خطأ الاهلي انه بيطالب بالعدالة؟ هل خطأ الاهلي انه بيطالب بالنزاهة؟ هل خطأ النادي الاهلي انه ماشي صح؟ لو ده خطأ يبقى خلاص انتوا صح وإحنا بنهرك